أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاتهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالففار وخلق الجنة من مال جن النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرطين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى المحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعمال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها خان ويبطى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْتِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنْفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُبْسَلُ عَلَيْكُمَا شُطَعَهُمْ مِنْ نَارِهُمْ وَنُحَاسُمْ فَلَا تَنْتَصِرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وربة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُمْ وَنَاجَتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ستجد المخصص يتريبان